الانتقالي يصعد ضد قبائل السبايحة في لاحج ويقمع احتجاجا في حالمين للمطالبة بضبط قتلي المجند الحالمي والمجلس الرئاسي يشدد على انهاء سطوة الحوثيين على صنعاء والسعودية تواصل تقاربها مع ايران في ظل تعثر محادثاتها مع ميليشيا الحوثي ويضا في التاسعة وصولوا اكثر من 19 الف حاج يمني الى مكة ووزارة الاوقاف تعلن غدا الاحد اخر موعد لتفويج الحجاج طيب الاوقاتكم مشهدي الكرام اخبار التاسع من يمن شباب معكم اماني علوان وعمار الروحاني اهرب بكم البداية من ابيان حيث قتل واصيب سبعة جنود في انفجار عبوات ناسفة استهدفت قوات عسكرية شركة مدرية موديا في المحافظة مصدر محلي قال قناة يمن شباب ان ثلاث انفجارات بعبوات ناسفة استدفت دوريات عسكرية على طريق عمران واضف ان هذه التفجيرات اسفرت عن مقتل جندي واصابة ستة اخرين باصابات خطرة وبشكل متكرر تتعرض تلك التشكيلات العسكرية الى هجمات بواسطة عبوة ناسفة يعتقد ان عناصر من تنظيم القاعدة تقف وراءها واسفرت عن سقوط قتلى وجرح بين افراتها في عدن هاجمت تشكيلات مسلحة تتبع المجلس الانتقالي المدعوم اماراتي اندريجي لقبائل الصبيحة اثناء انتشارهم في اراضي يملكونها بمنطقة الحرز غرب العاصمة المؤقتة نعم مصادر محلية قالت لقناة يمن شبابين التشكيلات المسلحة هاجمت رجال القبائل من ملاك الاراضي في منطقة الحرز بمثلث عمران غرب محافظة عدن بهدف الاستيلاء على اراضيهم بحجة اقامة مشروع مطار عدن المستقبلي واضفت المصادر ان تشكيلات الانتقال استخدمت مدرعات عسكرية واسلحة ثقيلة للسيطرة على الاراضي واجبار الاهالي على الخروج منها بالقوة واطلاق الرصاص الحي بطريقة عشوائية اسفر عن سقوط جرح في اوساطهم وعلى اثر هذا الهجوم احتشد المئات من ابناء قبائل الصبيحة الى مواقع النزاح حيث لا يزال التوتر سيد الموقف بين الجانبين واكد ابناء القبائل امتلاكهم كافة الوثائق التي تؤكد امتلاكهم للارض في وقت قالوا ان قادة عسكريين اموالين للانتقال يصعون للسيطرة عليها وحجزها لبيعها لشركات استثمارية بمبالغ خيالية في لاحظة ايضا منعت تشكيلات عسكرية تابع المجلس الانتقالي بالقوة اقامة فعالية احتجاجية تطالب بضبط قاتلي المجند في تلك التشكيلات ماجد رشدة الحالمي مطلع ديسمبر من العام الماضي وقال مصدر محلين ان تشكيلات الانتقالي اختطفت عشرة شبان على الاقل وهم في طريقهم اليوم السبت للمشاركة في تظاهرة احتجاجية دعت لها اسرة الضحية والتي اعدمت عناصر في تلك التشكيلات وكانت اسرة الحالمي قد دعت لتظاهرة احتجاجية في مدرية حالمي لتنديد برفض تشكيلات الانتقالية تسليم العناصر التي تتبعها والمتورطة في اختطاف واعدام نجلها ويطالب المحتجون بالضغط على قائد اللواء الخامس مختار النوبي لتسليم باقي العناصر المشتركة في الجريمة ليتم التعامل معهم وفق القانون وعبر الاطر القضائية بدلا من حمايتهم ما قد يدفع القضية نحو منحا اخر حسكريا وفي محافظة لاحج حيث شهدت الجبهة الشمالية للمحافظة وفي الساعة الماضية مواجهة عنيفة بين الجيش والمقاومة من جهة ومن الشرحوث الارهابية من جهة اخرى صدر ميدانية انقرت لمن شباب انها مواجهة عنيفة نشبت بين الجانبين في جبل حمالة الواقع في منطقة كارش التابعة لمدرية المسيمير شمال محافظة لاحج بالقرب من الحدود الادارية مع محافظة تعز جنوب غربي البلاد وانضلعت المواجهة من اسلحة المتوسطة والثقيلة عقب هجوم شنته الميليشيا على الموقع العسكرية في وقت اكدت المصادر ان العناصر الحوثية المهاجمة تلقت خسائر في الارواح والعتاد وقبل اسبوع كانت سلسلة جبال المرخام في جبهة كارش محورا لمواجهة عنيفة بقذائف المدفعية والهون رفقها تحليق مكثف لطيرات المسيرة تابعة للميليشيا الحوثية تأتي هذه المواجهات على وقع تعزيزات تدفع بها الميليشيا إلى مواقعها قرب المناطق الخاضعة لها المجاورة لمنطقة كارش في مسعى لإحداث اختراق في هذه الجبهة سياسيا شدد مجلس القيادة الرئاسية على ضرورة انهاء سطوة الميليشيا الحوثية الإرهابية على العاصمة صنعاء في إطار السلام المستحق والقائم على المرجعيات الثلاث نعم تجديد الرئاسي ورد على لسان عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي خلال لقائه سفير الإمارات لدى اليمن محمد حمد الزعابي وقال مجلي في اللقاء الذي جر في الرياض أن السلام الذي ينشده اليمنيون لإنهاء العنف والاقتتال والحرب التي أشارت ميليشيا الحوثي ما يزال خيارا ستراتيجيا للشرعية وبما يلبي طموحات الشعب وينسجم مع المرجعيات وإنهاء سطوة الميليشيا على العاصمة صنعاء عضو مجلس القيادة أكد السمرار الميليشيا في نهجها المتطرف الذي يعيق من معاناة اليمنين أو يعمق من معاناتهم في ظل مواصلتها التصعيد العسكري واستهدافها لمنشأة النفط وفرض الإتاوات والقيود على الأعمال التجارية حسب قولها تواصل السعودية مساعد تقارب مع إيران والتي تتهمهما الحكومة وتتهم الحكومة الشرعية في اليمن بالسمرار في التدخل في شؤونها الداخلية وتسليح ميليشيا العوثي الإرهابية نعم واليوم السبت وصل وزير الخارجي السعودي فيصل بن فرحان للعاصمة الإيرانية طهران والتقى نظيره الإيرانية حسين أمير عبداللهيان ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة الرسمية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد أكثر من ثلاثة عشرين على اتفاق الرياض وطهران في العاشر من مارس الماضي بوساطة صينية ويصود الشارع اليمني إحباط واسع في ظل التقارب المتسارع بين الرياض وطهران دون أن ينعكس ذلك على الملف الياباني الذي كان حاضرا وبشدة في الاتفاق الذي رعته الصين بين الجانبين ودعا مراقبون القوى اليمنية إلى خط طريقها بنفسها لسعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي بعيدا عن أي انبلاءات خارجية لا تنظر إلى الملف اليمني إلا من زاوية مصالحها دون الاكتراث لمعاناة اليمنيين التي خلفها انقلاب وحرب الميليشيا هذا وقال وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدين المحادثات المباشرة بين المسؤولين السعوديين ومليشيا الحوث الإرهابية خطوة أولى نحو السلام في اليمن أضف في حوار مع موقع المونيتورين تلك المحادثات تمثل الخطوة الأولى لأنه حتى وقت قريب لم يكن هناك أي حوار موثوق به بين أي لاعبين رئيسيين في اليمن نعم وأشار إلى أن الجانبين يعملان الآن على كيفية المضي قدما في هذه العملية التي سوف تساهم أو تساعدهم على اكتساب ثقة أفضل ووفق تقارير إعلامية فإن إصرار مليشيا الحوث على رفض المرجعيات الثلاث يشكل عقبة كبيرة أمام التحركات الدبلوماسية الدولية والأممية الرامية إلى تسوية النزاع تحشد بليشيا الحوث الإرهابية عسكريا وتطلق تصريحات للمناورة في إطار مساعيها لانتزاع المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية بينما تحصد الحكومة الشرعية المزيدة من الخيبات بحثا عن الإثارة واستعراضا لعضلاتها المهترئة تستمر الجماعة الحوثية في إطلاق تهديدات تلو أخرى بإشعال نار الحرب مجددا في الساحة اليمنية بعد أكثر من شهر ونصف من الموعد الذي حدد لعودة المباحثات التي لم تعد حتى اللحظة عقب زيارة وفدي عمان والسعودية إلى صنعاف التاسع من أبرل نيسان الماضي توصل الجانبان إلى خارطة طريق أو هدنة تجارية إنجاز التعبير تشمل وقف التصعيد لستة أشهر تحصل الحوثي مقابلها على مكاسب كثيرة منها رفع القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة لكن ما لم يتحدث عنه أحد إلى الآن أن الحوثيين في المقابل لم يرفعوا حصارهم عن تعز ولم يدفعوا ريالا واحدا من رواتب موظفية الدولة من عائدات النفط والغاز كما كان الاتفاق اليوم تعود جماعة العبط والإرهاب لتراعد وتزبد وتحشد عناصرها وتمارس التهديد ضد اليمنيين وضد دول الجوار بعد أن وجدت تعاملا لينا واستمرأت كل شروطها خلال المفاوضات الأخيرة يوما بعد آخر تصاعد جماعة الحوثي من لهجتها وتهديداتها باستهداف الموانئ السعودية واستهداف منشآت النفط والغاز في مأرب بالتزامن مع تعزيزات عسكرية تدفع بها الجماعة إلى مأرب ومختلف الجبهات في البلاد يوازي ذلك تصعيد حوثي خطير في الجانب الاقتصادي بدأ بمنع تصدير النفط عبر استهداف موانئ التصدير بالصواريخ والطائرات المسيرة وحرمان الحكومة من أهم مورد اقتصاديا رافدا للاقتصاد الوطني وصولا إلى منع قاطرات الغاز التي تأتي من مأرب من عبور الحدود إلى مناطق الجماعة قبل نحو شهر وإلزام التجار ببيع الغاز المستورد بدلا عن المحلية الآتي من مأرب تصاعد الجماعة يأتي حسب مراقبين لتعزيز مكاسبها التي حققت جزءا كبيرا منها في جولة المشاورات السابقة بعد إبداء سعودية تفهمها لشروطها في جولة مفاوضات صنعاء وتدليلها بشكل كبير من قبل المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة نتائج هذا الدلال والطبطبة على ميليشيا إرهابية لن يأتي بالخير على اليمن أو المملكة هكذا يقول اليمنيون ويتحدث تاريخ الجماعة ونهجها المتطرف انتقد مراقبون بشدة المعلومات التي تتحدث عن اتفاق لتقاسم إيرادات النفط بين الحكومة وميليشيا الحوثي الرهابية ضمن تسوية ترعاها السعودية وبحسب المعلومات المتداولة فإن مجلس القيادة الرئاسي وافق على التقاسم إيرادات النفط مع ميليشيا الحوثي في إطار التسوية التي ترعاها الرياض غير أن المراقبين أكدوا وقوف السعودية وراء هذه الاتفاقية المثيرة للضجة وقالوا إن الرياضة هي من وافقت على تقاسم إيرادات النفط مع الميليشيا وليس مجلس القيادة متسائلين عن هدف الميليشيا من وراء هذا التوجه ولم يرد حتى الآن أي تصريح أو تعليق رسمي حول هذه المعلومات تتواصل لليوم الثاني في العاصمة الأردنية عمار محادثة جديدة بين الحكومة وميليشيا الحوثي الإنقلابية في مسعى للإفراج عن دفعة جديدة من المختطفين والأسرى من الجانبين نعم مصادر مطالعة أفادت لقناته من شباب بعقد ثلاث جلسات من المشاورات بينها جلسة افتتاحية بروتوكولية وجلسة نقاشات مباشرة بين الفريقين الحكومي وفريق الميليشيا ويتمسك الجانب الحكومي بضرورة الإفراج عن السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن وتضمينه قوائم التبادل التي يجري بحثها في هذه الجولة من المحادثات وفي سياق شدد نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح ابنان العديني أن مشاورات عمان لقيمة لها ما لم تنجح أولا في الإفراج عن قحطان حضو الهيئة للحزب ويأمر الجانب الحكومي في أن تكون هذه المشاورات ناجحة ويتم فيها الإفراج عن كل الأسرى والمختطفين والمخفهين على قاعدة الكل مقابل الكل وعلى رأسهم السياسي قحطان قال حقوقينا وناشطونا في تعزلنا السياسي محمد قحطان تعرض للخذلان من رفاقه السياسيين وإن ميليشي الحوثي الرهابيا تستخدم اختطافه كورقة ضغط ضد الشرعية والمجتمع الدولي نعم وطلب في تصريحات لقناة يمن شباب أن تتضمن المفاوضات الجارية في العاصم الأردني عمان الإفصاح عن مصيره ونجاح المفاوضات مشروط بحرية قحطان والإفراج عنها هناك مفاوضات بدأت في الكويت ثم في استوكهولم ثم في العاصمة سلطنة عمان ثم الآن في العاصمة الأردنية عمان كل المفاوضات تقاوزت هذه الشخصية المعروفة والقيادية محمد قحطان ولم يضعوا اعتبارا لهذه الشخصية وشخصية أخرى تم الإفراج عن وزير الدفاع السابق وتم الإفراج عن فيصل رقب وتم الإفراج عن مواطنين كثير مقابل قتل ومجرمون شهدناهم في القبهات إلا أن محمد قحطان الرجل المسالم لم يكن من ضمن الأجندة ولم يكن من ضمن المفاوضات بل تعنتت ميليشي الحوثي في الإفراج عنه أو الحديث عنه أو حتى إخبار أسرة المخططة محمد قحطان أنا لا أعتقد بأن هناك جدية من قبل هذه الميليشية بل هناك هم يستخدمون هذه الشخصية كورقة ورقة ضغط على الشرعية ورقة ضغط وابتزاز للعالم الحقيقة محمد قحطان السياسي الكبير الذي خذل من جميع الرفقاء السياسيين له كل هذه السنوات وملف محمد قحطان مغيب تماما عن ملف المفاوضات قد تكون هذه المفاوضات الأخيرة فرصة لمعرفة مصير محمد قحطان هل هو ما زال حي وإذا كان حي لابد من الإفراج الفوري عنه كما تم الإفراج على الكثير من القيادات السياسية والعسكرية في المفاوضات السابقة محمد قحطان لابد أن يكون في ضمن الصفقات القادمة وإلا سوف تكون هذه الصفقات فاشلة فضت ميليشي الحوثي الإرهابي اعتصاما قبليا في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء للمطالبة بإطلاق صراح مدير شركة بورجي عدنان الحرازي المتطف لدى الميليشيا منذ خمسة أشهر مصادر محلة قارتنا الميليشيا فضت بالقوة الاعتصام السلمي لأبناء قبائل دوران آنس بعد إحضارها العديد من المدرعات وعشرات الأدقم وأجمرت المعتصمين على رفع خيامهم والخروج من ميدان السبعين بالقوة كما أقدمت الميليشيا على التمزيق اللافتات والشعارات المرفوعة في اعتصام قبائل دوران آنس وهددت المعتصمين باستخدام الرصاص ونقلهم إلى سجونها في صنعاء ويأتي هذا بعد أن دعا رجال قبائل آنس وأسرة الرجل الأعمال عدنان الحرازي إلى وقفة احتجاجا اليوم السبب في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء للمطالبة بالإفراج عن الحرازي وإعادة فتح الشركتين التين يديرهما في العاصمة ودخل الاعتصام في ميدان السبعين الذي نظمه مظفو الشركتين وقبيلة آنس يومه الخامس وسط تعهد بالتصعيد بعد أن اتهمت ميليشيا الحوث الشركتين قبل أيام بالتجسس والتخابر وهو ما ينفيه المظفون وأسرة المختطف الحرازي يتجه القطاع الخاص لخوض معاركة وجود ضد ميليشيا الحوث الإرهابية تتجاوز بيانات التنديد بعد أن أمعنت الميليشيا في انتهاكات تهدد وجوده يخوض القطاع الخاص في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي مرحلة جديدة عبر التظاهرات والاحتجاجات للدفاع عن وجوده ورفضاً للممارسات الحوثية بعد أن كان يكتفي ببيان التنديد خلال السنوات الماضية ويوم الأحد الحادي عشر من يونيو الجاري احتشد المئات من موظفي شركتي سيستيمز بروتجي وميدكس كونكت أمام مقر الشركة في السبعين بأمانة العاصمة أحد القطاعات الخاصة للمطالبة برفع السيطرة الحوثية على الشركتين أو التعويضهما والإفراج عن مديرهما عدنان الحرازي المخطوف في سجون الحوثة منذ يناير الماضي دون أن توجه له أي تهمة هذا التطور رغم أن في ميليشيا الحوثية الذي تحضر المظاهرات والاحتجاجات وهي أسوأ الكوابيس التي تتوقعها حيث عبر عنها قبل أسبوعين القيادية الحوثية علي القحوم بخوف ميليشياته البالغ من التظاهرات التي قد تندلع في أي لحظة بصنعه نتيجة ممارسات جماعته القمعية لم تعد البيانات التي يصدرها القطاع الخاص بمختلف مؤسساته وشركاته ونقاباته تناسب المرحلة رغم أهميتها إلى أن شركات في السوق اقتحمت المحضور الحوثي وداست على قدميها حفاظاً على كرامتها وتظاهرت للمرة الثانية في السبعين بأمانة العاصمة ليست تظاهره والتطور البالغ فقط بل ما ورد في بيان المحتجين أيضاً الذي قال إن ميليشيا الحوثي خطفت واقتحمت شركتي سيستيمز بروجي وميدكس كونيك وأغلقتهما واستولت على حساباتهم البنكية أدى ذلك إلى حرمان ألف موطف من مصادر أرزاقهم وقطع الأعناق أهون من قطع الأرزاق كما يقول المثل الشعبي وفي إشارة على ما يبدو لنية الموطفين استمرار التظاهر قال البيان إن الظلم والطغيان هو الذي دفع مئات الموطفين وعائلاتهم إلى التظاهر كوسيلة مقاومة وحيدة ومشروعة لإنهاء الطغيان الحوثي الطغيان الحوثي بدأ يواجه مقاومة مفاجئة يقودها القطاع الخاص وأول الغيث قطره وما إن تكرر مثل هذه الفعاليات سيعقبه ثورة شاملة بلا ريب تنهي هيمنة الحوثي وميليشياته التي أكلت الأخضر واليابسة في البلاد هذا واختطفت ميليشي الحوث الإرهابية الصحفي فهد الأرحبي من منزله في مدينة عمران امتدادا لاختطافات طالته في وقت سابق من العام 2021 وقالت مصادر مقربة إن عناصر تتبع ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابعة للحوثيين اختطف الأسبوع الفائت الصحفي الأرحبي من منزله بمدينة عمران ولازال مختطفا حتى اللحظة نعم وكانت الميليشي الحوثية قد اختطفت الأرحبي في 12 يوليو للعام 2021 على خلفية تصويره اقتحام الميليشي حفل زفاف بذات المحافظة قبل إطلاق سراحه عقب حملة ضغط شعبية وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين وثقت خلال الربع الأول من هذا العام عشرين حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية ارتكبت ميليشي الحوثي معظمها إلى موضوع آخر حيث أطلق ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين اليوم في مدينة مأرب المؤتمر الوطني للشعر المقاوم بمشاركة نخبة من الشعراء والأدباء وقال رئيس الملتقى علي باقلان إن المؤتمر يعكس حرص الملتقى على ختمة وتخليد الشعر الجمهوري المقاوم وتأكيدا على أهمية القصيدة منذ الوهلة الأولى في إسناد وتحفيز الجيش الوطني والمقاومة في المواجهة ضد ميليشي الحوثي الانقلابية ومشروعها السللي نعم وجدد المشاركون في المؤتمر موقفهم الثابت المؤيد والمساند للجيش والمقاومة كرافعة أساسية لمشروع التحرير والبناء مؤكدين على ضرورة التزام الشعراء والأدباء أفرادا ومؤسسات بالثوابة الوطنية وإذكاء روح النضال والمقاومة أدبيا وثقافيا وفكريا وطالب المؤتمر مختلف القوى والتنظيمات السياسية والشعب اليمني بتوحيد الصف ونفذ الخلافات والالتفاف حول مشروع التحرير والسعادة الدولة والانخراط في مشروع وطني في مدينة مارب لحظة المؤتمر الوطني الشعر المقاومة هذا المؤتمر المهم الذي ضم كوكبها من الشعراء الذي كان لهم دور بارد خلال هذه السنوات التي مرت في دور حاسم بالكلمة مع معركات اليمنيين الرئيسية وهي استعادة مؤسسات الدولة والقضاء على النسخة الاحتياطية للإمام أتى هذا المؤتمر كخضوة وانضلاقة تاريخية في تاريخ الشعر والأدب المقاوم وان تأخرك قليلا لكنه أتى في ظرف نستطيع أن نقول فيه أن الميليشيات الكهنوتية الهاشمية التسعى لضمص الهوية اليمنية أتى هذا المؤتمر في هذا الوقت تزامنا مع حملة مراكز التفخيخ العنصرية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية حتى نوصر رسالتنا للتاخل المحتل ونقول لهم أننا هنا موجودون بدأت لجنة حكومية أعمال تحقيق في وقائع انتهاكات حقوق الإنسان في مدرية ذباب التابعة لمحافظة تعيس وشرع أعضاء في اللجنة الوطنية للتحقيق في عقد جلسات استماع لعدد من ضحايا الانتهاكات في قرى الجاهلي والعبدالي والحيدرية والراوع والكهرباء وأحوزان ومركز جديد التابع لمدرية ذباب والتي شهدت وتشهد حتى اليوم سقوط العديد من ضحايا الألغام الفردية والتي زرعت في ميليشيا الحوثي الرهابية كما عين الفريق أثار الدمار الذي طال مدارس العنبر والجاهلي والحكمة والمجمع الحكومي إضافة إلى الاطلاع على الوضع الإنساني لسكان المدرية وقبل أربعة أيام تمكن فريق تابع لمشروع مسامة السعودي من نزع تسعة ألغام مضادة للأفراد وسبعة وعشرين لغما مضادا للدبابات وأكثر من مائة ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمدرية ذباب هدد الطاقم التمرضي بهيئة مستشفى سيئون العام في محافظة حضر موت هددوا بتقديم استقالة جماعية خلال الشهر في حل لم تتم الاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المالية التهديد تضمنته رسالة رفعها الموظفون إلى وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء ومدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان ورئيس هيئة المستشفى نعم وحدد الموظفون ثلاثين يوما كمهلة لتنفيذ مطالبهم قبل تقديم استقالتهم في وقت قالوا إنهم يعانون من تكلفة المواصلات وصعوبة التنقل وتشمل مطالب الموظفين المحتجين اعتمد حافز حسب لائحة الحساب الجاري والمقرر حسب القانون من وزارة الصحة وصرف الرواتب في وقتها وعدم التأخير وتحسين التغذية في موضوع آخر دعا رئيس البرلوان سلطان البركاني السعودية والإمارات إلى إنقاذ اليمن من الوضع الاقتصادي المتردي في ظل منع ميليشي الحوث الإرهابية تصدير النفط من حضر موت وشبوة وقال البركاني خلال لقائه السفير الإماراتي محمد حمد الزعابي إن الحكومة الشرعية فقدت الموارد الرئيسية والتي كانت ترفض الخزينة العامة للدولة نعم وأكد البركاني أن خيار السلام المطروح اليوم هو الخيار الأمثل في وقت قال إن ميليشي الحوثي لم تكن شركة جد في عملية السلام هنا الأطمع الإيرانية في البلاد لا حدود لها وفي موضوع متصل توقع مصدر حصول البنك المركزي على دعم طارئ للموازنة العامة للدولة مقدم من السعودية مصدر حكومي مطلع قال إن هذا الدعم يأتي في إطار جهود إقليمية ودولية لمساعدة الحكومة في التغلب على النقص الموارد التي تسببت فيها الهجمات الإرهابية للميليشي الحوثية على موانئ تصدير النفط وتوقع المصدر حدوث انفراج سياسي وشيك والتأم مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع طارئ خلال اليومين القادمين لبحث المستجدات على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في البلاد وفي ملف الاقتصادي أيضا حصل البنك المركزي اليمني ومقره عدن على دفعة ثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي مصدر الحكومي قال ان الدفعة تم ايداعها في حساب البنك المركزي الفيدرالي الامريكي في نيويورك تأتي هذه الدفعة ضمن وحدات حقوق السحب الخاصة لليمن التي سبق وان اعلن عنها صندوق النقد الدولي في اغسطس من العام الماضي باجمالي 665 مليون دولار وقال البنك المركزي اليمني انه سيتم استخدام هذه الدفعة في مواجهة الالتزامات وتغطية مزادات بيع العملة الاجنبية التي ينفذها بشكل اسبوعي اشتركوا في القناة اعلنت وزارة الاوغاف اليمنية الاحد اخر موعد لتفويج الحجاج في وقت اكدت وصول 19.466 من الحجاج اليمني وافدت الوزارة في بيان السبت ان اخر ايام التفويج سيكون في 29 منذ القعدة وقال وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش ان عمليات التفويج تسير بكل يسر وسهولة ومن بين الواصلين 4627 حاجة نوصل جوا بالتزامن مع فتح مطار صنعى امام الرحلات الى السعودية شهدت مدينة تعز صباح اليوم حفرا تكريميا للفائزين بمسابقة القرآن الكريم والتي اقامتها مدارس القرآن بمكتب التربية والتعليم في المحافظة شارك في المسابقة التي استمرت تصفيتها لأشهر نحو ثمانية آلاف متسابق من مختلف مدارس مديريات المحافظة رغم ظروف الحرب والحصار في مدينة تعز ووسط زحام الانشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية لا يخفط صوت القرآن الكريم والمتسابقين فيه بمختلف الفئات العمرية حفل ختامي شهدته المحافظة لمسابقة قرآنية أقامها مكتب التربية والتعليم واحتفى بالفائزين فيها مؤخرا بدأت بمشاركة السنة الأولى بخمسة أجزاء حصلت على المركز الأول على المديرية وعلى القاهرة أيضا وهذه السنة شاركت بعشرة أجزاء وحصلت والحمد لله كانت مشاركة تامة استفدنا منها كثير تعلمنا الأخطاء تعلمنا الثقة بالنفس أكثر استفدنا من المراجعة أكثر وشال الأخطاء التي يقبلنا نبكز عليها ألاف المتسابقين تقدموا لهذه المسابقة من مختلف مدارس مديريات المحافظة للبنين والبنات جرت التصفيات على أربع مراحل ليفوز في مرحلتها النهائية 12 فائزا خاضوا غمار المنافسة في أربع فئات من المصحف الشريف مشارك في هذا من بداية ما يقرب من 8 ألف طالب وطالبة من بداية المرحلة الأولى تأهل منهم 53 طالب وطالبة على مستوى المحافظة وجريتهم مسابقة ويتأهل منهم 12 فئة الأربع الذين فئة الخمس أجزاء والعشر أجزاء والعشرين جزا والمصحف كاملا حراك تشهده مدينة تعز في مختلف المجالات ولا يستثنى من ذلك الجانب الديني لما له من دور في ضبط النفس والسلوك يقول مسؤولنا في التربية نشاط مستمر لا يتوقف ولن يتوقف إلا بتأهيل جيل مثقف وواع يدرك حساسية المرحلة الحالية وأساليب مواجهتها والتعامل معها أي من قائد يا من شباب تعز نايت أخبار التاسعة تابعتم فيها الانتقالي يصاعد ضد قبائل الصبيحة في لاحج ويقمع احتجاجا في حالميا للمطالبة بضبط قتلي المجند الحالمي المجلس الرئاسي شديد على إنهاء صدوة الحوثيين على صلعه والسعودية تواصل تقاربها مع إيران في ظل تعثر محادثاتها مع ميليشيا الحوثي كما تبعتم أيضا وصول أكثر من 19 ألف حاج يمني إلى مكة ووزاة الأوقاف تعلن غدا الأحد أخر موعد لتفويج الحجاج كان هذا كل ما لدينا في نشرة التاسعة أشكركم على طيب المتابعة اشتركوا في القناة